بعد المباراة كان كاميرا الأشبال موجودة هناك في ملعب مختار التيتش وكان لدينا لقاة مهمة نروح نشوف ونسمع أحمد سيد غريب وأيضا زيادة طارق ألو إيه بعد لقاء الأهلي والغابة الحمد لله يعني قدرنا كلنا مع بعض إن احنا نعمل أداء كويس ومشرف وقدرنا إن احنا نكسب مناتين كويسة واللعبة كبيرة طبعاً ساعدتنا كتير والجهاز الفني طبعاً كان بيكلمنا فالحمد لله يعني قل لي قال لك إيه مستر بيتس وسمانيا قبل ما تلعب الجيم في بداية الماضي كان بيكلمني أنا لعب السهل وسهل عن نفسي وسهل على زمائلي وإن احنا مع بعض هنوصل للجول محدش هيوصل لوحده ودل حصل فعلاً إن احنا كلنا مع بعض وكنا بنروح يعني كلنا كنا بنوصل الحمد لله يعني مركزك إيه أصلاً إيه اللي بتحب تلعب فيه بلعب وينج رايت وعشرة تحت الفيروت النهاردة تقلقت فرأيت يعني بتعدي بكل سهولة بتبص قبل ما بتطلع كرة من رجليك لا إمكانيات لعب كبيرة الحمد لله يعني مع زمائلي هم اللي بخلين شكل كويس الحمد لله قل لي بقى بتتمرن مع الفريل الأول تمريب مع الفريل الأول بيعني لك طبعاً بلا غد ثقة مع الفريل الأول الناس كلها بتسندك كل حاجة مباحة لك قبل التمرين فما فيش حاجة اللي انت تأثر في الملعب لازم أن تكون باين بشكل كويس بالناس اللي بتسندك في قط اللبس حابب تقولي الجمهور النادي الأهل إن شاء الله أكون عند حسن زنك واللي جاي أحسن بإذن الله جمهور النادي الأهل اللي ممكن ينتظر مواجم كبير هو أحمد سيد غريب إن شاء الله أكون عند حسن الناس وإن شاء الله أكون حاجة كويسة كده بالنسبة لك وقدر أساعد النادي الأهل أحمد سيد غريب باين عليه زعل شوية زعلان من نفسه علشان النهاردة دي مباراة وكانت فرصة النهاردة أن يعبر عن نفسه ويقول لي جمهور النادي الأهل أنا موجود علشان كانوا فرصين سهلين كان ممكن يسجل منهم وكان يبقى النهاردة حديث الشارع الاهلاوي بقولك من هنا لسه الفرص جاية كتيرة كل الفرص هتجيلك ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية اشتغل اكتهد اعمل اللي عليك وان شاء الله الفرص دي هتيجي بعد كده خاصة انك انت خامة مباشرة النهاردة لما احنا بنقيم تحركاتك في الملعب لا بتجيد التحرك روح الناد الاهلي موجودة شخصية الناد الاهلي موجودة ان شاء الله الفرص تيجي مع المباريات القادمة